اشتركوا في القناة 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 الله يحييني اشتركوا في القناة 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 يعني احتياطاً يعني لكن انا لا ارى لا ارى ارى انه يعني طيبة السبب هي دكتور ربنك ايو انك تأفرص بمريك هذي لانه التاثر اللي احنا في المنطقة هذي نحن نبقى نقذب العظيم على بعض الحمد لله اليوم راح نغيرنا جبيرة كاملة وهذه الجبيرة اسهل وافضل من الجميرة اللي قبل ان الجبيرة هذي وانت بكرام الله اكرمكم الله الجبيرة هذي بلا استيك فاريح على الجلد من اللي قبل ذلك والحمد لله لكل حال طبعاً الدكتور قال لي من الان يا عبدالله تقعد شهر كامل على هذا الجبس وبعد شهر نرجع ونشوف الاشيعة والسار مع العظم طبعاً مثل ما تشوفون الان الله يكرمكم يا رب والله اني بغريكم عشان لاني مطمن الان فابغاكم تطمنهم معي رفع الرجل وانت بكرامه لو تلاحظون الرجل مرفوعة كذا قال كذا عشان يلتأم العظم مع بعض ورحمة المدينة منورة عندكم دكتور عظيم جداً 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 اسمها الدكتور عبدالله صندوق جي مختص في العظام استشاري طبعاً والله العظيم اني رحت بفلوسي في مستشفى العلماني وان الدكتور عبدالله ما يعرفني أبداً والله ما يعرفني دلوني عليه شباب من المدينة الله يعطيهم العافية ورحت له طبيب مريح جداً يا جماعة الخير تحس حتى تلقى روحك عنده انت كمريض تلقى روحك عنده هذا الدكتور فبعيد الشر عندنا منكم اذا احتجت وان شاء الله انك ما تحتاج لكن ما تدري عن صوادي في هذه الحياة انا كنت في لحظة من اللحظات ما احتاج توجه للدكتور عبدالله صندوقجي في مستشفى العلماني في المدينة المنور بتلقى روحك عنده ويعطيك شيء صح لانه ما شاء الله تبارك الله خبرة واتوقع اهل المدينة بل اجزم ان اهل المدينة يعرفون كلهم ولكن جعلكم ما تشوفون باس وبشتركوا مني طيب اللهم لك الحمد مرحبا 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 يلا حيا ولا في الحمد لله على السلامة ولا في كلمتي ما يجيك الشر تدري انه انه اخر سنابات صورتها كانت سناباتكم وبعدها وبعدها جان الجان الضيم لكن الحمد لله ان شاء الله انكم دائما فعل الخير يعني هذه المرة ما تحسب لكم ان شاء الله نشوفكم دائما فعل خير عطني يا طني السلامة شاهي حبك محبك انا لي خمسة ايام ما جيتك عطني شاهي حبك الله يرحم والديك ضبط لي ان تشتبي هذا البلال عشان يوفر عليكم الكاس تبعكم وهذا الكاس تبعكم الثاني شاهي فخار اجمل شاهي تشربة في المدينة المنورة بلا منازع والله لو اقد اصوره يوميا بلا منازع هذا الشاهي الاول والاخير في المدينة المنورة يعني المفترض المفترض موسيقى 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 امي الله ملياها الرشاد لأن الرشاد وصوني عليه أنه يجبر الكسر إن شاء الله ومتاطنيها مرتين هذه الوجبة وهنا موية مع عشبة الموميان هذه تطحن وتنحط كده مع الموية وتشرب بالمزاز لأنه يقولون صرت خبرة حين بكسورة جماعة أي سؤال ترى بجوكم عليه يقولون أنها تعدم الأسنان فتشرب بالمزاز أفضل الله يجعل إن شاء الله معكم حلنا يبكي الأيام السلام عليكم طبعا الفكرة كانت أني شتري المقطع ذالي كده أدعي أني يبدين الحين رايح مكة أكمل مكتوعنا في مكة كده أني وراء الكعبة بس الأسن صار وراء المطار بمر الثاني على التوالي تروع لاني الرحلة عمر تعالي طينا أمي يعني أنا أصف أص أستاهل الأص حتى عمر أستاهل الأص هو الله السلام أصكتنت أشتخلني أنا أشتخل أنا أشتخل أعلمني أنا أشتخل أشتخل مبارا أشتخل مبارا وما أنت بشعودين ساعة ساعة وين ساعة طبعا يا الربي الأسكفي يعني أنا المكسد من روحة مكة هني أخذ أجر أجر العمر وأجرني أبغى وديومي لم يخاطرها روحة مكة بس صدقني ذا الحين والله هني خائزني أخذ ذا أنا ذاني مرة أجيب من المطار وترعني للرحلة أظن ذرب للرحين لعل الله أننا لقلنا رحلة يمين والإيسار والإيسار وليمين طبعا خلاص أبشركم بعد عناء طويل لقينا رحلة الساعة واحدة وهم ساعة واربعين خلاص يا أمه لمر طيبة كذا معد في أسس يليك بيت الحمد لله تعباتكم ننوصل إن شاء الله وانتسمعني والله العظيم أما غدية رجاب ماذا هو 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 والله في الدعاء وبشره والله في كل شيء طيب إن شاء الله والله يسدنا وياكم يحفظنا بحفظ يا الله يا منظر الكعبة يا كم أنه يفتح النفس ويشرح الخاطر اللهم اغفر ذنبي وذنوبكم جميع يا الله يا ربي يكون كل من يشوفت المقطع أن الله يفرج همه وأن الله يفرح قلبه أن الله يغفر ذنوبه ويستر عيوبه يا ربي اللهم أن يستغفر كهتوبة لكم كل ذنوب من العظيم اللهم صلي وسلم عليك يا نبينا محمد اللهم أننا نستغفر كتوبة لك اللهم اغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا اللهم اشهد مرضانا ومرض المسلمين لا إله إلا أنت أنت رغفور أنت الرحيم اللهم اغفر ذنوبك الله يستر عيوبنا وعيوبكم الله يرحمنا برحمتنا اللهم ملك الحمد كعبة وعيوبنا وعيوبنا وعيوبك يا رحيم يا الله 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 يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا الله يا الله يا رب انتق ببنوبنا وبنوبك وبتسر عيوبنا وعيوبك لا اله الا الله يا قاس اطلاب اللهم لك الحمد يا رب مشاعر جدا جميلة من اوام الكعبة اللهم لك الحمد على هذه النعمة يا الله يا رب نكديمها يا الله يا رب نكديمها اشتركوا في القناة اللهم لك الحمد لك الشكر اتمامنا عمرتنا والله هيقبلها ان شاء الله يعلم الله سبحانه اني دعيت لكم جميعا دعيت لكل من يتابعني سواء الله محب او انسان غير محب يعلم الله اني ما خليت احد الا ودعيت له ان الله يحقق لها الشي اللي هو يتمنى والشي اللي هو يبغى وعترف لكم اني ناس اللي يحبوني اني دعت لهم زيادة شوي فنسل الله تعالى ان الله يستجيب دعواتنا ان الله يتقبل عمرتنا اللهم لك الحمد لك الشكر على تمام هذه العمرة شعور ارتياح عظيم جدا احس اني كنت كذا مليون هموم مليون مشاكل وحذفتها ورجعت الان انسان جديد تماما فاللهم لك الحمد لك الشكر دائما ابدا طبعا تمينا 24 ساعة مواصلين على متواجدة في مطار جدة باقي تقريبا ساعة او ساعتين الرحلات مع الرياضة اهلينا عمر يا مرحبا بوساب الله يسلم والله حتى تنام الله يطول عمرك يا مرحبا بوساب الله طبعا اهو نام انا عشان ما نام اخذت اسبرسو يكنهم بس ما في يكنهم يعني عن جسمك يبغي ينام بس عقلك يقول لا معلش فانت الان في لاغ في كذا ايرر في راسي كبير عموهم الله يكتب الهجرة ان شاء الله الله يطوعني والله هنك حتى انت الشيخ الله يحفظك هلا سلام عليكم هلا شكرا 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 بس بس شكرا شكرا اаботقها شكرا 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 ها شكرا اشتركوا في القناة